تتواصل للشهر الثالث على التوالي الأزمة التي خلفها قرار حكومة سوداني بإغلاق مخيمات النازحين في شمالي العراق بدون توفير بدائل أو علاجات لأوضاع عشرات ألاف القاطنين في تلك المخيمات ما دفع نوابا في البرلمان للتلويح بتدويل القضية وكانت حكومة سوداني قد أصدرت في أذار الماضي قرارا يقضي بإغلاق مخيمات النازحين في كردستان العراق خلال مدة أقصاها الحادي وثلاثين من تموز المقبل وبحسب بيانات وزارة الهجرة فإن عدد النازحين المقيمين هناك يزيد عن مائة وخمسة وأربعين ألف نازح أغلبهم من قضاء سنجار بمحافظة نينوى والذي يعاني من اضطرابات أمنية واسعة بسبب سيطرة ميليشيا حزب العمال الكردستاني المصنف إرهابيا على المدينة اعتراضات سياسية وحقوقية واسعة على محاولات إخلاء ستة وعشرين مخيما دون توضيح مصير العائلات التي تسيطر الميليشيات المسلحة على مناطقها حيث حذرت منظمة هيومان رايتس ووتش من مغبة القرار الحكومي معتبرة الخطوة غير آمنة بدورها دخلت وزارة الخارجية الأمريكية على خط الأزمة حيث دعت إلى التريث في قرار إغلاق مخيمات كردستان العراق مشيرة إلى أن التأثير السلبي للميليشيات يمنع عودة النازحين ويعيق تحقيق التنمية الاقتصادية في مناطقهم النائبة في البرلمان فيان دخيل قالت العودة القصرية للنازحين في ظل انتشار ميليشيات الحشد وميليشيا بيكي كي مرفوضة متوعدة بالتوجه إلى الأمم المتحدة بشكوى في حال مضي الحكومة بقرارها قبل تنفيذ متطلبات العودة من أمن وبنى تحتية من جانبه أكد النائب محمى خليلاً الحكومة لم تتخذ إجراءات فعلية لتأمين العودة ولسيما فيما يتعلق بالتعويض المتضررين وتحقيق المصالحة المجتمعية وإنهاء وجود الميليشيات المسلحة وتهم خليل وزارة الهجرة بالسعي إلى تحقيق مكسب سياسي عبر غلق المخيمات بعدما تورطت في عهد الوزيرة الحالية إيفان فائق باستغلال الوزارة لأغراض سياسية إلى جانب تورطها بتهم فساد مالي بملف المساعدات التي توزع على النازحين